أهلا بحضركم من جديد والحديث عن أبرز التريندات اللي كانت موجودة من خلال السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة إحنا دايما هنا بنتكلم على التريند الإيجابي الكلمة بالنسبة لنا مسئولية والشاشة اللي احنا بنتكلم من خلالها شاشة طاقنات الأهلي بتاعي تماما يعني فكرة المسئولية وأهمية الكلمة للأجيال اللي جاية للأجيال الصعيدة طيب إحنا لو بنتكلم على مباراة قمة وأهله زمالي وبنتكلم على اهتمام جماهيري والرسالة اللي بنوصلها للسوشيال ميديا أكيد كل كلامنا بيبقى في إطار إيجابي إن بارح اتكلمنا وبروزنا لقطة مهمة جدا لمحمد مجد أفشا وهو بيتعامل وبيدي التي شيرت الأهلي لأحد الولاد الصغيرين من براعم نادي الزمالك اللي هم كانوا موجودين في المباراة وبيحطفوا القراط للعيبة مثلا ما بتطلع قاود أو كورنر أو 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 وبنتكلم عن المسئولية هنا أفشا بيتعامل مع مسئولية مع لاعب ولد صغير ده الجيل اللي جاي لازم نتعامل معها بمسئولية عشان نربي أجيال عندها ثقافة وعندها وعي وعارف عن إيه كورة ورياضة أفشا النهاردة كتب على حسابه على الإنستجرام كتب قال شفت الفيديو ده زيكو كتير جدا مش عارف أنا اللي محظوظ ولا هو النظرة اللي فعالي أنا عارفها كويس حب وشغف وانتماء حلم وطموح فرق الألوان مش عيب هو أصلا لو ركزنا مفيش فرق مصر كبيرة وجميلة وفيها ألوان كتير حلوتها في البساطة بقرة يكبر ويطلع لعيب كبير ويحقق كل أحلامه أنا برضو كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام لو صدقت نفسك واسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل شوفوا الكلام شوفوا الصورة ده اللي احنا عايزين نبروزه ده التريند الإيجابي المهم اللي احنا نطلعه والحمد لله كتفي ردود أفعال كبيرة جدا من خلال الفيديو اللي شوفناه بارح والنهار ده أفشا كمان بيقول انه هو شاف الفيديو زينا وشاف زي أي حد وكلام كتبه من القلب ولعيب بقول لأفشا انت دايما هتبقى مثل أعلى لأي لاعب سواء في الأهل أو في الزمالك أو في الإسماعيل أو في أي حتة لان ده الصورة اللي احنا لازم نبروزها للأجيال اللي جاية طيب ده التريند الإيجابي فيه تريند سلبي اتمنى الناس تاخد بالها من الحاجات السلبية وتمنى القائمين على المنظومة سواء إعلام أو رياضة ياخدوا بالهم من التريندات السلبية اللي للأسف فيه شخص بيحاول يصدرها ما تفهمش هو أنا مش عقولي اسمه لانه هو بيعمل ده عشان الشهرة ويتشاف لان الأسف كل حاجة بيصدرها بشكل سلبي بس أنا هل منطقي وإحنا بنعرض لقطة زي دي نروح نصطنع صورة أو نصطنع حدث غير حقيقي يعني إيه الفكرة لما انت تطلع مثلا علي معلول وتعمله تريند من خلال كلام مش كويس على لعب كبير بيمثل مصر والتوانسة نفسهم فرحانين بيوجود علي معلول في الأهلي لدرجة حتى أن عصام الشوالي مبرح مع الكابتن أسامة حسن في برنامج الأشبال تكلم قال علي معلول مع الأهلي حاجة تانية خالص والناس بتقول لك ده ياخد الجنسية المصرية مع التونسية وواحد مننا أصبح واحد مننا ليه الناس دايما عايزة تصدر صورة سلبية على لعبت الأهلي علي معلول لما يعمل الاحتفال ده الراجل اللي المفروض يكون مهني ويتكلم بمهنية وبيفهم في الإعلام خدوا بالكو فرحة لعبت الأهلي في الحتة دي وما مش راحل له جمهور المنافس المكان ده فيه مصورين النادي الأهلي قدامكم على شاشة هو طاقم المصورين اللي موجودين خلف مرمى الزمالك أهو علي معلول هنا بيشور لي مين الحركة دي حركة ابنه كريم بيحبها دايما وبيعملها على طول فالكابتن علي بيعملها دايما لابنه هنا بيعملها قدام مين بيعملها قدام كدرات المصورين عشان ياخدوا الصورة يطلعوه على السوشيال ميديا دي لقطة لمصور موجود خلف مرمى الزمالك طيب هل مهني أن يكون مصور الأهلي أو مصورين اللي بي مثلا عايزين ياخدوا صور عن الأهلي يكونوا موجودين في المكان دا؟ أه طبعا طبيعي ليه؟ لأن في المقابل المصورين اللي قاعدين وراء مرمى الشناوي دول بياخدوا كدرات خاصة بتصوير أهداف فريق الزمالك هل علي معلول جابت جون هنا وراح النحية التانية زي ما عمل لعيد تاني في مباراة سوبر للجهة المقابلة وراح يحتفل قدام جمهور الفريق المنافس؟ لا هو صدفة أن مرمى الزمالك أمام جمهور الزمالك فلما علي معلول عمل الاحتفال ده هو بيعمل الاحتفال ده لكدرات المصورين زي أي لاعب بيحتفل بهدف قدام كدرات المصورين عشان ياخد اللقطات اللي زي دي ما تخدش أنت بقى الصورة وتبروزها وتطلع عليها تريند سلبي إنه هو بيوجه ده لجمهور المنافس أبدا مش لعبة الأهل اللي تعمل كده يا كابتن وإنت عارف كويس قوي لعبة الأهل ما بتعملش كده وما تسويناش بلعبي ألف رين منافس إحنا غير إحنا غير نفس الأمر لما عمل ده على معلول النهاردة بيطلع حاجة جديدة يقولك محمد شريف محمد شريف بيعمل احتفال قدام كدرات المصورين عشان المصور لما ياخد الصورة هي فكرة الاحتفال كده لشريف يحط إيده على عينه يحط إيده على ودنه هو فرحان بالهدف ما تصدرش صورة سلبية على لعبة النادي الأهلي يا كابتن بعد إذنك وأنا هنا في قزة مرة قررت وقلت مش عنسمح لأي حد يتكلم بشكل سلبي على أي لعب في النادي الأهلي أيا كان ايه الطريقة اللي بيتكلم بيها وأنا مش هذكر اسمه لأن بجد أصبح أو أصبحت فكرة ترندات السلبية اللي عايز تصدرها على الأهلي وعلى لعبة الأهلي وعلى جهاز الفني للأهلي بقت أوفر قوي وبقت كتير قوي إحنا دايما بنحاول نصدر الصورة الإيجابية وبنتكلم في ترند إيجابي ولقطة أفشة مع الولد الصغير الناشئ اللي في مدى الزمالك دي المفروض اللي تتصدر في كل مكان خدوا بالك يا جماعة من خطورة التصرفات اللي بتحصل في الإعلام عشان الأجيال اللي جاية مهم جدا تهتم بالكلمة الإيجابية والصورة الإيجابية أنت لو مهني تعرف أن المصور اللي ورجون الزمالك ده موجود عشان ياخد كدرات الأهلي جا بجوان في الزمالك في المرمى ناحية جمهور الأهلي هل في لعبي احتفل راح الناحية التانية واحتفل عند التالتة المين جابوا الجون سواء راقلة الجزاء في محمد أبو جبل أو الهدف الخامس وراوا احتفلوا عند جمهور الأهلي وفي نفس الوقت المصورين اللي موجودين خدوا كمان كدرات لاحتفال معلول واحتفال الهدف الهدف معلول الخامس وهدف أليو ديانج الرابع فنتعامل بمهنية وبلاش كلام سلبي على أي لاعب من لاعبي النادي الآل عشان مش هنسمح بكده تاني